اشتركوا في القناة عمر وبشتري المقام يعني لا حيخلي الانسان يبقى عالم ولا حيخلي كذا ولا كذا ولا كذا المال ده لابد ان يستخدم في بناء اشياء اخرى للمجتمع وللوطن وللامة الى اخر النهار ده رح اتكلم عن اشياء حدثت منذ موقات السنين اسبوع اللي فاتح احنا اتكلمنا عن اللي هم العلماء اللايكس والهاشتاج النهار ده احنا اتكلم عن دور العلماء الغير عرب في عمل الحضارة الانسانية او دعم الحضارة الانسانية والنهضة الانسانية في العالم كله وليس فقط في العالم العربي او العالم الاسلامي نبدأ اللي هم العلماء الدين انا بس حسكوا الاسمائهم كده بسرعة علشان عند قرية العلم عشان ايه نرى ان ده العلم اللي عايشين فينا كل المسلمين عالم الاسلام شوف كل المنطقة ده كلها خرج منها علماء غير عاديين انا بس حركز اليوم عن اللي غير عرب الامام البخاري انتو عارفينه كله الامام مسلم عارفينه الامام الترمذي من ترمذ مسلم من قزوين البخاري من بخارة ابو داود من سخستان من منطقة دي كده النسائي من نسا خراسان تركوماستان القرطبي من قرطبة في الاندلس شوف انا ماشي بسرعة ازاي دي الحاجات اللي احنا مفروض نعلمها لأولادنا وفتاريخنا في المدارس الامام الاوزاعي فيه هو في لبنان طبعا لكن يقال ان فيه احد المقالات بتقول ان هو اصلا من سبي الهند الله اعلم الامام البغوي من مولود فيه بغسور وديه بينهراء فيه بلاد خراسان ايضا الناسابوري ابن خزيمة لماذا يا ابن خزيمة لكلهم في علماء في الفقه وفي الدين في الحديث عبدالله الدرامي من الامام عبدالراء بن عبدالرحمان الدرامي من سمرقند يحيى بن الطائل اندلسي بالاندلس وامازيغي امازيغي يعني غير عربي ايضا الامام التسطوري موجود في تسطور من خزستان قريبا من ايران الامام التبري من تبرستان من شمال ايران هو اللي صاحب تفسير الطبري الجرجاني ايضا من جرجان في شمال ايران وده مؤسس علم البلاغة يعني البلاغة اللي في اللغة العربية الجرجاني هو اللي حطتها سمعين الجرجاني هو اللي حطتها الشاشي نقشبند سايباوي سايباوي مين هو سايباوي مدينة البيضة بلاد فارس قبلك ومؤسس اللغة العربية مش مؤسس يعني لو وضع المناهج واصول تحدث باللغة العربية المروازي تركمانستان البيهقي من بيهق مدينة اسمها بيهق شمال شرق ايران ابو عبد الله ناسابور يمن ناسابور برضك ناحية ايران الامام الجويني يمن ناسابور ايضا كل هؤلاء الاعمة بيدلوا على انهم عملوا شاركوا في بناء ليس فقط حضرة المسلمين بل حضرة العالم كله دول من ناحية الناحية الفقهية ونقل الحديث الى اخرين ابن مندة من اصفهان ايضا اللي هو عبد الله ابن محمد بن اسحاق ابن مندة ابن يحيا ابن حبان تعرفين انت المؤلفات بتاع الصحيح ابن حبان من ناسابور ايضا الهروي شيخ خراسان وهكذا فان اردنا ان نقول ان نحن فقط اصحاب الفقه واصحاب الحديث تجميع الحديث واصحاب الولايات الاسلامية فنحن مخطئين كعرب هناك ناس شاركوا بل جاهدوا انفسهم في تعلم اللغة العربية حتى وضعوا اساس التحدث باللغة العربية زي ما عملوا سايباوي واخرين فده فضل هؤلاء الغير عرب من ابناء الامة العربية والاسلامية من ابناء الامة الاسلامية على النهضة الاسلامية في اصول الفقه والحديث والسيرة الى اخر ننتقل من النقطة دي لنقطة اخرى بتنشوف غير العرب اللي هم سهموا في انشاء هذه النهضة في الصيدلة شو واحد اسمه ابن وافد كان طبيب وعالم نبات من اندلس 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 فين شايف حتى مش موجودة على الخريطة هنا يا حتة اللي فوق دي المغرب اهي فوق المغرب في البرتغال وفي اسبانيا عبالك اندلس عبالك ابن وافد عمل ايه عمل كتب في الادوية المفردة كتب كتاب واحد فقط اسمه هو كتاب الادوية المفردة في عشرين سنة عبالك اتكلم عن حسنة البصر ويتكلم عن اشياء كتير جدا ابن البطار برضك اندلسي من اندلس اللي هي ناحية ناحية اللي هي برتغال والبرتغال اللي فيها اللي جاي منها كريستيان رونالدو واسبانيا اللي جاي منها برسلونا وريال مدريد ده لو احنا ناركوا برسلونا وريال مدريد هتعرفوها يمكن ما تعرفوش ايه الاندلس فابن البطار عمل ايه جيهم مالجة ويعني طولت في مالجة ومات في دمشق وهو اول من تحدث عن العلاج الضوء الكيمائي لو فوتو كيموثيرابي اول ما نتحدث عن ايه العلاج الضوء الكيمائي ومات رحمة الله عليه متسمم لانه كان بيحاول يعمل تجارف في المعمل يعني مات شهيد الطب او شهيد الصيدلة من مؤلفاته كتيرة الجامعة لمفردات الادوية والاغذية المغني في الادوية والمفردة الابانة والاعلام بما في المنهاج الى اخير يعني هو تولد هنا فوق هنا نحيط ملجة لكن مات فين مات في وسط اسيا هنا هوا يأتيون حب دي كلها مش المسافات دي كلها لطلب العلم لطلب العلم ليس لطلب الرزق الاماني بن عباس الطبيب الصيدلة ابو العباس بن الرومية بردك من الدكاترة الصيادلة من اشبيليا من اسبانيا ننتقل بعد كده هو للطب طبعا ما حدش يتكلم في الطب وينسى ابن سينة مش هتكلم عن ابن سينة تعارفين طبعا ابن سينة اصله ان هو من المنطقة بتاعة وسط اسيا هنا هو منطقة دي كلها وعائلته من اصل ايضا مجوسي لكنهم اسلموا واصبح منهم من علماء ابن رجد الاندالسي كلنا عارفين ابن رجد على انه ايه على انه فالسوف وعلى انه فقيه وعلى ان نور الشريف عمله فيلم مش فاكر اسمه ايه الفيلم حتى يعني واخبالك الاخر لكن هو تخصصه وطبعا هو من قرطبة من الاندالس قرطبة تخصص في الطب الاسلامي والفلك والفلسفة والجغرافيا والرياضيات والفيزياء والعلوم الاسلامية وعلم الكبدام كمان عدد مؤلفاته 108 مؤلف لكن احنا دائما نيجي على ابن رجد ونصير بحاوله المشاكل الخلافية فقط والنحو كذلك الاخر ابو الفرج اللي يبرود ده مسيحي في دمشق كذلك وده كان طبيب سرياني يعقوبي ابن بطلان ايضا مسيحي يعني كانت الدولة اللي هي كانت ممتدة في المنطقة دي كولها كانت بتسمح لمن ليس من المسلمين ان يبدع سواء كان مسيحي او يهودي او صابقي او يزيدي او اي انسان يعني تانق اي ملة انه ايه في ظل هذه الدولة الكبيرة ان يستطيع ان يبدع كما ذكرت عن ابن ابن ابرفرج ابن الابرودي في دمشق وابن ابن بطلان اللي هو اصلا في بغداد وابن بطلان عمل ايه بقى كطبيب كطبيب مسيحي هو اول من استخدم الموسيقى في العلاج اول من استخدم الموسيقى في العلاج قبل بقى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وكزم الصاهر ومش عارف اليسة ومليسة الى اخره ابن زهر الاشبيلي من اشبيلي طبعا اشبيلي انها الاسبانيا الاندالس وكان طبيب وفلسوف وشعر وكتب في المدواء والتدبير والكتاب الاغذية الى اخره فالناس دول ابداعوا في خدمة الانسانية من كل مكان كانت تعيش في الدولة الاسلامية الكبيرة ابو القاسم الزهراوي كلنا عارفين من هو ابو القاسم الزهراوي هو اندالسي ايضا من مدينة الزهرا جنب قرطبة وترك مجلد او موسوعة في الطب 30 مجلد في القرن العشر او الحداشر واخترع الكثير من الالات الجراحية كان متميز ايضا في طب الايه الاطفال ابن التلميذ نصراني ها مش مسلم كان قديب وشاعر وطبيب ها وكتب كتب كتب كبيرة كتيرة كان يتحدث الفلارسية واليونانية والسريانية ها البغدادي يوحنا ايضا كان مسيحي من خزستان وسط اسيا هنا منطقة دي كل اللي دلوقتي منطقة فقيرة شعوبها فقيرة تحتاج لدعمنا احنا كمسلمين كان مسيحي ايضا من خزستان ومن اهم انجازاته في علم التشريح كان بيشرح مين كان بيشرح الارود 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 وكتب في محنة الكحلين ايضا الى اخر هو كان في جراح العيون كان بردك مسيحي يعيش في المنطقة دي كلها ونمى وكبر وابدع في اثراء النهضة الانسانية في العالم ابن تومو ايضا مسيحي وكان من بغداد ايضا وطرك اربعين مصنف دي نحن ابن سقلاب نصراني ايضا من سكان مدينة القدس في قرن الـ في قرن الـ ومات سنة 1228 براعته كانت في اين بقى اول براعة ليه كان في الطب التجريبي الطب التجريبي اللي هو حسب التجرب experimenter medicine يعني ابن المجوسي ايضا ما كانش مسلم كان من الاهواز في فارس وكتب كتاب الكتاب الملكي في الطب في عشرين مقالة عن الطب الاسلامي منطقة دي ايضا منطقة دي في الفلك في الحساب في الجبر في الهندسة في الفقه في اللغة العربية ها ابن المجوسي اكتشف الشعارات الدموية نعم يسميها كابيلرز تحت اليد دي تحت الجلد دي ووصف عملية شق عشان ايه يخرجوا الحسوة من الكلة وصفها وقال ان الطفل اللي ما بيخرج من رحم الام بيخرج نتيجة لانقباض وانبساط في العضلات ووصف الانيوريزم الانيوريزم هو تمدد الشريان يبقى عندك الشريان في جسمك كده بيتحول لبلونة اسمها انيوريزم وعمل عملية اللوز اللوز وقال ان علاج علاج اللي هو علاج السل في الرقى في الرقتين صعب ليه لكسر التحرك في الرقتين ده اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه عشان نفهم بقى ان الدولة لما كانت كبيرة اسمه ابن المجوسي سمحت لابداع كل مواطن فيها رغما عن يعني على غير المحتى ولو اختلف معنا في الديانة وفي الثقافة وفي اللغة وفي المنشأ الى اخر ابن الجزائر القيرواني طبعا ده من قيروان في تونس الان وتخصص في حكتين طب الاطفال وطب المسنين حاليا دلوقتي اصبح طب المسنين منسميه جيرياتريك ميديسين وكتب كتب كتب كتيرة البغية في الأدوية المركبة سياسة الصبيان وتدبرهم مرجع في طب الاطفال حتى كتب كتاب في طب الفقراء وطب المساكين ده من ده ابن الجزار القيرواني اللي تولد سنة 285 هجرية ومات سنة 369 هجرية اسحاق ابن الأسنمان الاسرائيلي كان يهودي تولد سنة 850 ومات سنة 932 وتولد في مصر ومات في القيروان تولد هنا في مصر ادي مصر والقيروان هنا طلبت علم كان يهودي كان مسيحي كان اي حاجة لكن الدولة سمحت له انه يتحرك بسهولة لكي ينهل من العلم ويثري الانسانية بعلومه وكان كان فيلسوف وكان حخام وكان طبيب الى اخر ابن سمجون اندوليسي ايذر كتب في الطب والعاقير ابن المقشر ها كان مصري وطبيب نصراني الى اخر شفنا بقى كيف عثر هؤلاء العلماء في كل المجالات الانسانية في ظل الدولة المستقرة الدولة الاسلامية في ذلك الوقت في الهندسة والرياضيات الى اخر هنلاقي اول واحد ابن باجا بردك اندولسي وكان ليه كلام في الطب وكان ليه مؤلفات كتيرة جدا ايضا الخوارزمي كلنا عارفين الخوارزمي خوارزمي حتى اسمها خوارزم في اقليم خراسان في اوزبكستان في اوزبكستان اهي فوق ايه شايفنا فوق خالص اوزبكستان تحت كازاخستان وهو اول من تحدث عن رسم الخرائط والجبر والمثلثات الى اخر ده الخوارزمي عباس ابن فرناس كلنا نعرف عباس ابن فرناس على انه هو بس حب يتير فوقع عباس ابن فرناس كان اندولسي ايضا اتولد سنة عشر هجرية ومت امازيغي ما كانش عربي صمم ايه بقى خلاف انه احتار ووقع اول ساعة مائية للميقات صنع الزجاج ها الشفاف من الحجارة عمل نظارات تبية وعمل الالم الحب وطار بجناحينه لكن اه اه مات او يقال انه مات افري اخر انه مات ابن سينة كلكم عارفينه طبعا كان عالم وشاعر وطبيب وفيلسوف ومفكر وفيزيائي الى اخر ابو بكر الرازي ها بردك من مدينة الري في ايران الفلك والرياضيات اتولد في مدينة الري عاء طبيب الطب الكيميائي والمعادن كتب كتاب الحاوي 30 مجلد الى اخر الى اخر الطبري في طبري تاني اللي هو المفسر هنا طبري تاني يهودي كان طبيب وكان مهندس ومن طبريستان ايضا وضع مبادئ الطب العامة مبادئ الطب العامة دي دمره واحد ومبادئ ومبادئ الحفاظ على الصحة الجيدة وكتب في امراض العضلات اللي بنتكلم عنها هدلوقتي وصف الحمى وصف امراض الجلس الجسم وصف نمو الطفل كتب في طب الاطفال في امراض الصدر والرقة وتعرف على عقير والسموم كان يهودي من طبريستان البوزياني الامام ابوزياني بردك من خرسان من ابرز العلماء في الرياضيات تعرف عمل ايه هو برعة في علم المثلثات الكراوية اللي احن نسميها بالانجليزي سفيريكل تراجونومتري والزوايا وكان مؤسس المرصد اللي هو أسترونوميكال أبزيرباتري المرصد اللي احن نرثب بين نجوم من مقالفاته الكامل في حركة الكواكب مصطرة الاخرية الرياضة البحثة الى اخره الى اخره ابو ريحاني البيروني طبعا معرفين من اوزباكستان كان تلميز لابن سينة اللي في خمسة وتسعين كتاب في الفلك والرياضيات وكان معدد المؤلفات اللي عملها مية ستة واربعين كتاب يبقى خمسة وتسعين في الفلك والرياضيات والباقي كان فيها اشياء اخرى برع في الفيزياء والجغرافيا في الجغرافيا رسم الخطوط طول وخطوط العرض ووضع نظريات القياس ونصف القرى الارضية ونظريات قياس نصف القرى الارضية ومسحتها وكان ليه مؤلفات في الأدب والشعر والفلسفة ده مين ده؟ ده ابو أبريحان البيروني من اوزباكستان فين اوزباكستان 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 ايا بو ايا اللي احنا دلوقتي بنعملهم كأنهم شحتين واحنا بنتصدق عليهم ابن عراق ده من خوارزمه ايضا كان متخص في رياضياته الفلك وكان معلم من المعلمين البيروني ابو معشر البلخي من بلخي من خرصان ايضا قريبة من ايران لا خرصان اللي هي المنطقة دي كلها دي ايران المنطقة اللي هي بتاعة ابغانستان وتلكمانستان الى اخر تشتغل في علم النجوم اللي هو ستارز والاستروليجي ومن اكشهر الكتب اللي عملها المدخل الكبير على احكام النجوم الخازن كلكم عارفينه طبعا دول سنة 900 بردك من مدينة خرصان سنة 900 ومات سنة 971 وده اول من وصف سقوط الاشياء قبل نيوتن لكن كلها نعرف نيوتن ومنعرفش الخازن وكلها نذكر نيوتن ما نذكرش ايه الخازن وضع نظرية في شكل الكون وتركيبه من اين هو من خرصان نفس المنطقة المنطقة اللي فوق خالص دي وضع تفسير لحركة الكواكب وضع طرائق لتعيين اول اول محرم اللي احنا فيه النهاردة يعني هو اول من وضع طريقة لتعيين اول محرم في سنة هجرية وفي الرياضيات ايضا الدولة التي عاشت في من مشرق الأرض إلى مغربها أبردت هؤلاء لم يكن هناك أي تفريقة قائمة على لغة أو جنس أو دين فيهم صابقة فيهم مسلمين فيهم مسيحيين فيهم يهود فيهم لا دينيين فيهم مجوس لكن الدولة سمحت لهم لأن الدولة ما كانتش بتقسم المجتمع خطورة الآن إن الدكتير جدا من دول تقسم المجتمعات تعال بقى نتفرج احنا بنعمل دلوقتي وإحنا دلوقتي أصبح عندنا يعني مليارات وتريليونات مليارات وتريليونات ما نعرفش حجمها قد مين ده نعب مشهور كبير جدا اسمه نيمار في بعض الناس دفعوا فيه أكتر من 200 مليون يورو و70 و80 في المية من لاجئين العالم من العالم الإسلامي والعالم العربي أنا لاسته ضد الرياضة ولاسته ضد باريسجان سان جرمان أو نيمار ولكن أنا ضد العقلية اللي بتختلف كيف تصرف نختلف معه في كيف يصرف الأموال بعد كده أنا أحب الناديين لكن ندفع فيهم مئات الملايين سنويا لماذا؟ ونحن أمة السبعين في المية من اللاجئ العالم بعد كده أغلى عربية مدهبة إيه ده؟ عربيات دهب وفضة وكذا 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 ها؟ أين ميانمار ومشكلتها؟ أين اليمن ومشكلتها؟ أين أفغانستان ومشكلتها؟ أين العراق ومشكلتها؟ أين فلسطين ومشكلتها؟ أين سوريا ومشكلتها؟ عربية دهب هل أعى الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأموال نصرفها بذلك الطريقة؟ هذه عربية تانية هوا أغلى يخت أغلى عربية وأغلى كذا فإن الفلوس دي مفوت للسلف في الصناعة في العلم في البحث في التجربة في الكتب في تثقيف أولادنا وشبابنا وبناتنا بتعلمهم إيه هو تاريخهم؟ هو ده أموالنا بتصرف هكذا عربية تانية سكان لندن داجرو من صوت هذين العربيات عمر المال ما هيعمل لك إيمة ليعمل لك إيمة قيمك ودينك وأخلاقك وعلمك وعملك الاجتماعي اللي أنت بتخدم فيه مش فقط مجموعتك أنت بس تخدم فيه الإنسانية هذا ما يرفع شأنك لم يستطيع كفار قريش يقولوا شيء في الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين أبنحتفل النهاردة برأس ها واكتمنوا على أموالهم كل شيء ليه؟ لأنه كان كان رجل صلى الله عليه وسلم عنده قيمة وعنده خلق وعنده رسالة وعنده مبدأ لخدمة المجتمع يخدم إيه ده؟ فلوس مين دي اللي بتصيرك؟ فضلوا أصبح دلوقتي نجمنا نجمنا مين اللي بيعملوا كده؟ دول نجمنا كيدز جود تالانت أرب عيدولز ونشغل الشباب بفنكوش فنكوش فنكوش أنا بحيي الفنان عدل الإمام اسمه اللي مات أحمد راتب أحمد راتب في الحوار الجميل اللي ضربينهم على الفنكوش ده فنكوش ده أنا أتمنى أن أرب جود تالانت يبقى فيها في العلوم في الأداب في المعرفة في التاريخ في الفقه في السيرة في الصناعة في التجارة في التسويق كل حاجات دي كلها في الزراعة في الاختراعات مش كل واحد يتلع يرقص ونخلي ده هو إيه؟ دي النجومية حالين النجومية حالين في هذه الأشياء أنا لا أستوى ضد المسابقة لكن ضد الفكرة للمسابقة نفسها بعد كده هو أكبر 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 وأعلى 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 شجرة كريسمس تعظيم سلام وبعدين وبعد كده الأموال الطائلة هل إحنا ضد السباقات؟ لا بس البذخ في صرف الأموال أول حصان وأغلى حصان في العالم أنا شفته من حوالي أربعين سنة يشتروه بعض هؤلاء الناس الموسرين من المسلمين العرب كان اسمه النبيت الأحمر واشتروه بعشرة مليون دولار في هذا الوقت ليه؟ وإحنا أمة السبعين في المية من لاجئ العالم من الأمة العربية والإسلامية أمة العربية والإسلامية يا أموال ربنا استخلفنا عليها أموال سيحاسبنا عليها ربنا سبحانه الله مينمار وسكان إقليم الأركان لو بعض هذه الدول أو هذه الشخصيات تفاهموا إنسانيا مع الحكومة هناك ودعموا الحكومة هناك ما كانش تحصل مدابح اللي حصلها والتهجير ربعمية وعشرين ألف خرجوا من مينمار إلى بنجلدش بلا مأوى بلا مطعب بلا مشرب بلا أي شيء أعلى برج في العالم أتمنى وإحنا بنبص على حاجة كده أنا رسل لد أعلى برج في العالم لكن أنا أتمنى إن هذه الأموال يكون عندنا مكتبات يكون عندنا جامعات يكون عندنا ملاكز أسواق يكون عندنا بحاث باحثين يكون عندنا رسالات مصابقات في الإبداع مصابقات في الأعظم مشروع يخدم الوطن والمجتمع مصابقات في التطوع مصابقات في الخدمة مصابقات في الخدمة يعني ما نتخلو شو بعنا إن الأوقاف بتاعة جامعة هارفرد أربعين مليار دولار قرابة ربعين مليار دولار وأكسفورد ما عندناش جامعة زي أكسفورد ولا كيمبرج ولا إدمبرا ولا جلازجو ولا سربون ولا مين تاني يا ربي ولا ولا إلى آخرين بل بالغاية العكس أغلب جامعتنا في القاع الأسفل من جامعات العالم ليه لأن أموالنا مش عارفين نصرفها فين وبعدين أنا ما اتكلمت عن العلماء اللي من ليسوا من أصل عربي إيه إحنا دورنا تجاه هذه البلاد رجعني الخطير الأونية تجاه هذه البلاد دور فضلهم علينا كبير فمن الأدب ومن الوفاء ومن الولاء ومن الإخاء ومن الرجولة ومن الإسلام ومن الإنسانية ننمي هذه الشعوب كازاخستان أسبكستان تاجكستان كرغيزستان أفغانستان إلى أخير ليه لأن الشعوب دي عندها قدرة على إفراز وإبراز مكانات وملكات أخرى يستفيد منها العالم كله كما عملت في من قبل الجاليات الإسلامية اللي موجودة في الغرب بلد أفريقيا يعني تشاد النيجر مالي مورتانيا تسعين في المئة منهم مسلمين كلهم يعيشوا تحت خط الفقر والمجاعة والعجوع والمرض والحرمان والجهل والتخلف وأحنا أموالنا عينها تذهب لذلك لذلك مالك لن يجعل مقامك أعلى مما أنت فيه مالك الذي يجعل مقامك أعلى هو خلقك وقيمك ودينك ومعاملاتك وخدمتك للمجتمع خمسة دول لذلك العلماء اللي خرجوا من الدول الفقيرة دي كلها أصبح أسماءهم إلى الآن بعد ألف سنة من رحلهم عن الكوكب الأرضي نذكرهم ونتمنى أن كل من يسمع ها يعلم أبنائه كيف نهضت هذه الشعوب أو كيف نهضت هذا هؤلاء الناس في مجتمع متجانس يسمح بمعايشة كل الأديان والأجناس واللغات والثقافات والأعراق والتواريخ إلى آخره ويمنع الشرذمة التي تحدث الآن أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا وأن أطلت عليكم نفس الخمس دقائق بتاعهم بارح لكن أتمنى أن نحن نهتم ببلادنا في كل مكان في العالم ونعرف تاريخنا لأن الحالان الآن يصنع نجوم آخرين ورموز آخرين ويطمس التاريخ الذي تعودنا وتعلمنا عنه والذي لا يعرف تاريخه لن يستطيع أن يحدد معالم واقع الحاضر الذي يعيش فيه لكي يرسم مستقبل الأجيال فيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته